بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوادر النصر تتحقق والجزمة أصدق إنباء من الكتب وأمريكا والصهينا يركعون ويخضعون ولسه القادم أفضل واحد يقول لك أبتل لطيف لا فيه قصف شغال وفيه أمور زي كده أقول لك هتشتغل وهتشتغل فطلة طويلة كمان وركز معايا عشان أقول لك جاء زي النصر والوقت بدء دخول المساعدات الإنسانية لغزة وإيه اللي بيحصل وليه هم دخلوا المساعدات الإنسانية وعلاقتها بموضوع الرهيمتين إلا أنا وعدتك أتكلم عليهم بسرعة ملحقتش حتى أقول لك حاجة ملحقتش أقول لك حاجة الأحداث بتجري بمتهى الصرعة ومش هادر أكلمك بقى على مؤتمر القاهرة الوقت ده أخلي له فيديو تاني المهم ركز معايا وإوعى تنام مني الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي أعتقد أن بعضكم أو الكثير منكم لسه ما يعرفش أن الوقت المساعدات الإنسانية بدأت تدخل لغزة رغم أن في الصهينة خذ بالك أن الصهينة لو عايزين يمنعوها وشايفين أنهم عندهم القدرة على أنهم يمنعوها وشايفين لو أنهم عندهم القدرة على تحمل ردود الأفعال وعلى تحمل نتائج الصراع الدولي والإقليمي لو شايفين الأمور دي زي زمان قبل الالفين وستاشر لو شايفين أنهم عندهم هذه القدرة ولا أصلا قشة وحدة ولا كيلو طماطم يقدر يخش أنا هفكركم ليه وأنا يعني هستنتقلكم ليه أنا أحسن حاجة أفكركم أنا عايز أفكركم أن السيسي اللي هي المعونات داخلة من الأراضي المصرية عايز أفكركم أن ده شارك في الحصار وأبليه مبارك شارك في الحصار ومحدش كسر الحصار على غزة إلا الدكتور مرسي الله يرحمه ودول مشاركين في الحصار عيني عينك ومن أسباب التخلص من الدكتور مرسي بالانقلاب العسكري هي مسألة الحصار على غزة فالوقت اللي حاصل أن أمريكا وإسرائيل أدركوا أن هم مش هيقدروا على الصراع الإقليمي وأدركوا أن روسيا جد في أن هي توقف إسرائيل عند حدها ليس حبا في الفلسطينية ولكن هو الصراع العالمي ماشي بالشكل ده يعني باختصار الفلسطينية يعني الفلسطينية عمين زي صياد دخلوا الغابة وبعد كده وقعوا بين أنياب وحش صعب لهمش يقبل به وتخلى عنهم الأصدقاء وتخلى عنهم كل الدنيا وبعد ذلك الوحش هذا وجد وحش تاني يتصارع معه لا يقصد أنه يخلص الفريسة اللي هم الفلسطينية إنما يقصد أنه يأخذ منه الفريسة هكذا يتصور ومن مكر الله سبحانه وتعالى بالأقوياء هؤلاء إنهم لا يفكرون أنهم يختسموا الفريسة إنما يتصارعون عليها بشدة فده الموضوع ده إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن الفريسة بتاخد نفسها وبتاخد فرصة إن هي تهرب وبتاخد فرصة إن هي تستعد وبتاخد فرصة إن هي تتحصن وبتاخد فرصة إن هي تعمل حاجات كتير ده هو الحال يعني الروس مش مسألة محبة إنما مسألة أمنهم القومي مرتبط بالموضوع ده أمنهم القومي مرتبط بإنهم يهدوا إسرائيل ويهدوا أمريكا في شرق البحر المتوسط وإلا خط الإمداد اللي أنا كلمتكم عليه 20-30 ألف مرة قبل كده اللي هو ابتداء من روسيا من البحر الأسود والحد ما يوصل إلى الغرب بإفريقيا قلت لكم ما فيش نقطة ضعفة فيه إلا التهديد الإسرائيلي اللي هو في شرق المتوسط وقلت لك إن الروس مش هيقبلوا الموضوع ده وراجع الفيديوهات اللي فاتت المهمة خلينا في النصر أو خلينا في علامات النصر علامات النصر أول علامة هي دخول المساعدات لأمريكا في البداية وأفكركم يعني لسه إحنا اليوم الخمسة عشر النهاردة في الحرب لسه لحد مبارح النتنياهو بيقول الغزو البري وهنعمل وهنشيل وهنضمر وهنحطه وكذا ده لسه مش مبارح حتى باين النهاردة ممكن النهاردة في ساعات مبكرة من الصباح والطرد وتبهدل والصهينة شتموه هنا وهناك وقالوا له هتتحاكم ده ما أصبح مش عايز أخش فيه الخلاصة العنجهية الأمريكية والعنجهية الصهيونية كان خلاصتها إيه ركز معايا وفتح وأوعى تنم مني عشان هو ده فحوى الفيديو كله العنجهية أنه هم هيعملوا حصار خانق جدا 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 على الفلسطينية وبالتالي اللي هيحصل إيه هيحصل شح رهيب جدا في المواد الغذائية بعد يوم بعد شهر بعد سنة هم مستعدين لما يحصل الشح ده اللي هيحصل إيه من وجهة نظرهم أن الفلسطينية هيبدأوا يسيبوا غزة ويمشوا عشان يدوروا على حاجتهم الأساسية وبعد كده إسرائيل تخش تاخدهم أو تخش تاخد الأرض وتخش تاخد المقاومة بكل سهولة ده التصور اللي هم كانوا عايزين يعملوا لأنهم طبعا كانوا يضربوا من الجو برضو بسلاح كماوي وكده لكن الوضع ده مختلف يا أبو الشباب يعني أنت شوف بوتين في سوريا ضرب بسلاح كماوي وقتل مئات الألاف أو ممكن مليون أو كده إيه اللي خلا بوتين يعمل الموضوع ده لأنه كان الغرب هم اللي تعمينه وهم اللي جايبينه وكانت مؤامرة أنهم يوقعوه في فخ وهو راح هو اللي أوقعهم في الفخ موضوع ده مش عايز نخش فيه عشان يعني ما نتشتشعبش المهم يا أبو الأبطال الوقتي العنجهية الأمريكية أنهم هيحصروا غزة وهيعملوا زحف بري وهيعملوا مش عارف إيه كده كلها راحت في الأرض الوقتي كلها راحت في الأرض عشان إيه كلها راحت في الأرض لأنهم الوقتي الخطة الأساسية اللي هو الحصار الخانق الحصار الوقتي ما بقاش خانق ولا هيبقى في حصار أصلا وهتشوف وغزة هيتفك عنها الحصار بالقوة بالسيف بالجزمة وقلت لك مئة مرة القوة تفرض الواقع وتحميه وقلت لك ألف مرة السيف أصدق إنباء من الكتب لكن مع الأمثال تقولها إزاي؟ تقولها الجزمة أصدق إنباء من الكتب وتفتح معايا وتصحصح وإوعى تنام مني خليني أعرض بسرعة الموضوع بتاع الرهينتين اللي هو أنا مش مختنع إن أمريكا أصلا بتهتم بحد إلا يكون شخصية مهمة جدا سواء عنده أصلار وعايزين يطلعوه قبل ما يفضح الدنيا أو إنه يعني له علاقة قوية جدا بعض مايا كبيرة جدا في الإدارة الأمريكية والعضمايا الكبيرة جدا دي هي ممكن اللي تفضح الدنيا ويحصل ضغوط وكده دا يا ابو الشباب اللي هم وضع الرهينتين دول حتى لو جابوا لك قدامك وحدة ومسكينة وعندها ظروف صحية صعبة وبنتها مش عارف إيه وكذا حتى لو صوروا لك هذه الصورة أنا مش عارف هم صوروها لا بس أنا أقول لك حتى لو فرضنا صوروا لك صورة زي كده فلا تصدق هذه الصورة إوعاك إنك انت تصدق إن أمريكا ترقف بأمريكية أو برغانتين أمريكيتين لأن حالتهم صعبة هناك وظروفهم الصحية مش عارفية أو عندهم ظروف بشكل أو بآخر إوعاك إنك انت تصدق إن أمريكا ترقف يعني بهاتين الرهينتين لهذه الدرجة بينما في أمريكا نفسها في قلب أمريكا نفسها وفي قلب واشنطن وفي قلب المدن الكبرى مئات الآلاف بدون مناقشة وبدون شك بيضربهم المخدرات ليل ونهار وبيضربهم كمان المخدر الجديد ده والله نسيت اسمه ما حدش يكتب لي اسمه في التعليقات يا جماعة عشان إخواننا فالمخدر هذا بيطحن طحنه وبيقتل قتله فيه لو أنت تشوف مثلا تكتب على اليوتيوب أثار المخدرات مثلا على الشعب الأمريكي أو المدنين في أمريكا أو كده هتشوف بلاوي هتشوف بلاوي بمعنى الكلمة فأمريكا الوقت سيب مئات الألاف على أراضيها ممكن أن هي تنقذهم بكل بساطة أن هي تمنع تجارة المخدرات لكن أمريكا مش تمنع تجارة المخدرات أمريكا عايشة أصلا على النهب والسلب والسرقة والابتزاز والساط ومن ضمن الجرائم اللي هي عايش عليها جريمة تجارة المخدرات وتجارة الأعراض يعني ما عندهم شي مصدر رزق حلال فإزاي إحنا نقتنع أن أمريكا تهتم برهائن في يد حماس وتعمل خدمات استراتيجية قوية قدامها وتقدم تنازلات بينما أن هي ممكن بأقل من ذلك بكثير جدا تنقذ مئات الألاف في أمريكا طبعا الوضع مش طبيعي طيب إيه هو الوضع الطبيعي أقول لك الوضع الطبيعي علمه الله سبحانه وتعالى أنا أكلمك في إطار عام الوضع الطبيعي أن الرهينتين دولة والشباب يعني يأما عندهم أسرار ممكن يتكلموا يأما أن هم زي ما قلت لك لهم علاقة بعظمة كبيرة في الإدارة الأمريكية يعني بشخصية كبيرة في الإدارة الأمريكية لدرجة أن أمريكا قررت أن هي تستنقذهم بأي تمن وخد بالك ممكن يعني رهينة منهم مثلا تكون ضالعة في علمه معين وخبيرة في علمه معين أو كذا والأمريكان عايزينها ومش أدرين يضحوا بيها لهذا السبب محتاجينها لهذه الدرجة لكن لازم يكون فيه سبب قوي يعني سواء لنا استنتجته لك ده هو الواقع أو الواقع شيء مخالف هيكون بيدور في هذا الإطار يعني الرهائم لها قيمة عالية جدا عند الأمريكان تعادل أضعاف أضعاف اللي أمريكا قدمته ده خلاصة موضوع الرهينتين ومش عايزة أقول فيها كتير بقى كنت أعمل بحوث وكلها بس أهم أجابهم الآخر خليني أرجع للنصر وأرجع لغزة وأرجع للأمور دي يا أبو الأبطال خليني أقول لك الوقتي أن الوقتي بداية فك الحصار هذا يعني أمر أصبح مفروغ منه والوقتي مش مساعدات بس هتخش والوقتي القصف والقصف المتبادل هيفضل شغال كمان إزاي عم أحمد أنت بتقول فيه نصر ولا بتقول فيه قصفه قصفه متبادل أقول لك ركز معايا وإوعى تنام مني القصف المتبادل هيفضل شغال يا أبو الأبطال وحماس هتقصف أماكن فارغة والصهينة هيقصفه أماكن فارغة وهيقصفه مواقع هيكلية والتانيين هيعملوا نفس الشيء ليه هو ليه المسلسل ده وليه الفيلم ده ما هو الفيلم ده على الأرجح لو استمر وجاء التوقع بتاعي في محله فاعلم أن أمريكا بتعمل مؤامرة عشان تخوف الصهينة والصهينة يمشوا هتقول لي أمريكا عايزة تمشي الصهينة من إسرائيل هقول لك ما أنا قلت لك قبل كده وأرجع أشرح لك تاني الوقتي أمريكا مقسم الصهينة عدة طوائف الطائفة الأولى اللي هم العلماء والمفكرين وكلا يتأكد أن دول خرجوا يمكن خرجوا حتى من قبل الضربة أو خرجوا مع الضربة لأن الضربة كانت مفاجأة في الحقيقة فأمريكا خرجتهم بسرعة لذلك تجد أغلبهم راح على تركيا وبعدين بقى خد جهات تانية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الطائفة التانية من الصهينة هي الطائفة اللي مش هيكون لها مأوى يشبع غرائزها يعني إزاي يعني هتيجة مثلا تلاقي واحد جاي من إثيوبيا أو واحد جاي مش عارف منين دولة فقيرة ودولة اقتصادها تعبان وجاي في في الكيان بيشتغلوا بألفين دولار في الشهر الضرائب اللي بيدفعها واللازم إنه في النهاية بيحوش فلوس وعايش حياة كريمة فتيجة أنت تقول له يلا روح ارجع بلدك أو تعالى أنا هواديك مكان تاني هيكون صعب عليه إنه هو يأخذ هذا القرار فهذا الصنف من الناس أمريكا عايزة تخوفه وعايزة تقول له الوقت المكان اللي انت فيه ده بقى ما بقاش مكان آمن والوقت إنك انت لازم تمشي وأمريكا بقى هي اللي هتحدد يمشي يروح فين لأنه ليس بالضرورة إنه هم يروح بلده إنما مثلا ممكن أمريكا تفتح له مجال في أستراليا زي ما أنا قلت لك قبل كده ممكن تفتح له مجال في في نيوزيلاند ممكن تفتح له مجال في اسمهي دي غنية جديدة أو بسمها بابو غنية على ما أعتقد ممكن تفتح له مجال في مناطق كتير هناك أمريكا مسيطرة على الحتة دي يا جماعة بشكل كبير جدا والحكومات اللي هناك حكومات كارتونية حتى اليابان نفسها تحت السيطرة الأمريكية كوريا الجنوبية نفسها تحت السيطرة الأمريكية دي تحطها في اعتبارك فأمريكا هتبدأ تاخد طائفة تانية من الصهينة وتهجرهم هناك عشان كده الطائفة دي عشان توافق لازم الأول تقتنع أن الأراضي الفلسطينية وفلسطين ما عددش آمنة بالنسبة لهم فيبدأ يفكر في المستقبله ومستقبل ولاده وبعدين يجيلوا بقى تسميم الأفكار والمرجفون في الداخل ويخوفوه والمرجفون دول عالم خطيرة جدا في كل في كل الأوساط حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في في المدينة كان في منافقون وكان في مرجفون كمان وفرق بينهم مش عايز أخش بقى في أمور كتير المرجف هو اللي بيخوف باختصار بينشر الأكاذيب وبيحط تحت مليات مش عارف ايه كده والهدف منها كله التخويف ونشر الرعب مش أكتر من كده فالخلاصة طبعا ما تستهنش بالتخويف ونشر الرعب ده التخويف ونشر الرعب ده بينصر جيوش فاللي أنا عايز أقوله لك إن أمريكا أجهزة المخابرات بتاعتها هتشتغل طيب واحد يقول لك ابتال لطيف ما هم على طول ينقلوهم استراليا ويقول لهم اللي عايز ييجي ولا كده أقولك لا لأن هم عايزين ينقلوهم استراليا بشروط معينة ده أقول لك ممكن ما كتش استراليا ممكن تكون منطقة تانية لأنه أمريكا ممكن تلغط على استراليا تعمل منطقة خاصة للاجئين واستراليا على فكرة كتتعمل حاجة زي كده زمان كتتعمل منطقة محظور يعني منطقة لاجئين محظور عليهم يخرجوا منها وكانتعمل يعني أمور زي كده فالخلاصة ممكن أمريكا تضغط على الحكومة الاسترالية تطلع قانون جديد بحيث إن المهجرين من فلسطين إلى استراليا أو إلى نيوزيلند أو إلى بابوغينيا أو إلى أراضي تانية أنا بقول لك بناء على دريتي بالجغرافيا بس ممكن أمريكا يكون عندها أشياء وحاجات تانية وعندها يعني مؤامرات تانية مع دول غردية فالخلاصة بعد نقل هؤلاء هيبدأوا إنهم يفتحوا لهم مجال العسكرية ولا شيء إلا العسكرية والهدف من كل هذا إنهم يواجهوا الصين في منطقة المحيط الهادي طيب أنا بحكي لك القصة دي كلها ليه؟ بحكي لك القصة دي كلها عشان أقول لك الحرب هالطول لماذا ستطول الحرب هي في الحقيقة الحرب الحقيقية تقدر تقول إن هي يعني هتنتهي عما قليل كانت الجزيرة حتى خبر البرحة في الليل بتقول إن حدة القصف على المدنيين هدأت بشكل كبير أنا هقول لك إن شاء الله سوف يتوقف القصف على المدنيين تماما لكن بعد كده هيبقى القصف قصف على مناطق هيكلية ويقول لك وقع الشهداء وحماسها ترد بقصف برضو على أماكن فارغة وفضية وبرضو تانين هيقولوا وقع خسائر لأنه هو في الحقيقة الحرب ما تستمر الهدف منها مش النصر إسرائيل اقتنعت الوقت إن هي مش هتنتصر إسرائيل اقتنعت إن هي الوقت يعني بين السيء والأسوأ منه وأمريكا اقتنعت الوقت إن هي إن ما فككتش إسرائيل يبقى النتيجة إن بوتين هياخد منها إسرائيل وإنتوا عارفين إن إسرائيل فيها روس كتير هناك يعني كل اللي هيعمل بوتين ممكن إنه يدعم الروس اللي هناك بشكل أو بآخر يسيطروا على الحكومة ويوفروا الأمان وتتحول إسرائيل من كلب حراسة بينفذ المؤامرات الأمريكية إلى كلب حراسة بينفذ المؤامرات الروسية فأمريكا مش هتسمح بكده أمريكا مش هتقعد دلوقت خدت إسرائيل من بريطانيا بالتفاهم لأن فيه بينهم ترابط كبير بين بريطانيا وبين الأمريكان وبعد كده أنفقوا عليها المليارات وخلوا لها البغال العرب يخدموها على مدار سبعين ثمانين سنة وخيانات ووجع قلب لحد ما كبروا العجل ويجي بوتين ياخد العجل على الجاهز طبعا عمر أمريكا ما هتقبل بهذا أبدا فالحل عند أمريكا زي ما قلت لك قبل كده أن هي هتفكك إسرائيل ما عندهاش حل تاني ما هونت الوقتي البندقية في يدك لو اتغدت من إيدك هتبقى في إيد عدوك لو جاي ضربك بيها البندقية دي أو السلاح ده عمره ما هيقول لعدوك لا والله أنا مش هشتغل معك لأن التاني هو اللي شاريني وبينه وبينه عشرة ودفع فيه فلوس عمره هم عمر السلاح ما يفكر بهذه الطريقة السلاح مع الشخص اللي سيطر عليه حتى لو سيطر عليه بالنصب والخطف والاحتيال والسرقة وانت أصلا تلاقي كل تكنولوجيا السلاح الأمريكية هي مأخوذة بالنصب والسرقة والتجسس والاحتيال والخطف وخطف علماء من ألمانيا وقصص حزينة بقى مش عايز أخش فيها فأمريكا طبعا حفظ الدرس كويس لأنها شفيته بعينها بدل المرة عشرين مرة وبتستفيد من التاريخ فهيبقى قدامها إن هي لازم تهجر إسرائيل أو لازم تهجر المستوطنين والصهينة بشكل عام أنا هقولك قد يلوح في الأفق حل الدولتين كمان ولو بشكل مؤقت لكن أنا هقولك بعد حل الدولتين مش هيبقى صهينة كتير في القسم الصهيوني من الأراضي الفلسطينية لأن هم هيخافوا ده هم الوقت يخافين من شوية سواريخ لكن لو حصل حل الدولتين اللي هيحصل إن روسيا هتسلح الدولة الفلسطينية الوليدة وبقوة وتركيا هتسلح الدولة الفلسطينية الوليدة وبقوة واحد يقول لي يا كابتل لطيف ده تركيا مدتهاش سلاح خالص والسلاح كله إيراني أقولك معك ألف حق والسبب إن تركيا الوقتي بتقدم نفسها في المجتمع الدولي إن هي الدولة الثقة اللي بتحترم القانون الدولي فلما فلسطين تأخذ دولة وتأخذ مقعد في الأمم المتحدة والأطلاق يطمئنوا إن الإدارة دي مخلصة يعني عباس مش هينفع خاتم لك إزاي لا يحصل إلا يحصل إن الأطلاق هيسلحوها زي ما سلحوا الصومال وهيسلحوها زي ما سلحوا الليبيين وهيسلحوها زي ما سلحوا أزربيجان وصلحوا قبرص التركية يعني الخطة التركية مش جديدة هي يعني شغالة وفعالة فعليك أن تتخيل لو الوقت أصبحت فلسطين دولة فلسطينية معترف بها في الأمم المتحدة ومسلحة وعندها مصيرات وعندها دفاع جوي قوي عليك بقى أن تتخيل كيف سوف يفكر الصهيوني اللي هو في القسم التاني من فلسطين الحبيبة طبعا هيفكر في سلامته الشخصية وهيجي بقى كمان شغل المرجفون كمان أو شغل المرجفين هيخوفوه برضو هيقولوله الوقت الضربة الجاية هكون هي الضربة القضية ولو حصلت حرب الفلسطينية المرادي مش هيقبل أي مفاوضات وأمريكا مش هتقدر أن هي تحمينها وأمريكا مش هتقدر تتدخل والصراع الإقليمي والدولي هيمنع وهيبقى الحرب بيننا وبينهم وإحنا ما عندناش جيش قادر على المواجهة والتكنولوجيا اللي احنا كنا متفوقين بها الوقت هم حصلوا جزء لا بأس به وبالتالي المرجفون هؤلاء هم اللي هيتسببوا في هجرة السواد الأعظم من من الصهينة طبعا الصهينة هيروح فين دي قصة تانية بقى بس اللي عنده بلد اقتصادها قوي زي البولنديين مثلا كده هيروح إنما اللي عنده بلد اقتصادها ضعيف ده بقى اللي هيقع فريسا للجيش الأمريكي اللي هو هيعمل مع تعاقد عن طريق شركة مرتزقة يعني لن يمنحوا عقد مباشر مع الجيش الأمريكي إنما يمنحوا عقد مباشر مع شركة مرتزقة بيسموها شركات أمنية وفي نهاية الفيديو عايز أقول لكم يا جماعة لو سمحتوا لا تنخدعوا في المواقف بتاع البغاء الحكام العرب بالذات المؤتمر اللي شغال في القاهرة الوقت لأن كل مواقفهم مبنية على قانون العصابة مش مبنية على ترابط ديني ولا على ترابط عرقي ولا على شرف ولا على قيم ولا على أخلاق ولا هم يعرفوا الحاجات دي أصلا مواقفهم مواقفهم مرتبطة ومتوقفة على قانون العصابة وهم الوقت شافوا بعينهم الإسماعين هنية قال لهم قال لهم الوقت العدو الصهيوني مش قادر يحمي نفسه كيف فيديو يحميكم الفيديو اللي أنا عملت لك من حوالي أسبوع كده لازم تتفرج عليها حوالي أسبوع لكن شاء الله رابط فالخلاصة كان كلام إسماعين هنية تهديد زي ما أنا قلت وبعض الإخوة قال لي دي مبلغة لا يا شباب دي شفت بعينك الوقت المهم نفرح بالنصر ونترحم على الشهداء ولنا لقاء آخر والسلام عليكم